طبعاً مشاهدين الكرام من المتعارف عليه أو من المعتاد إن دائماً نستمع إلى القصص التاريخية والقصائد اللي طبعاً تتحدث عن البطولات وتتحدث عن الكرام والجود وتتحدث عن التاريخ حافل في كل ليبيا والسرد هذه القصص أو رواية هذه القصص دائماً ما نتفقه جميعاً إن دائماً من الناس الكبيرة في السن اللي بلغت من العمر يعطيها فنقولوا إن الناس هذه عندها حكم وعندها تابعة هذه القصة وفيما نقول لأن مصداقية هذه الروايات أو القصة أو القصيدة الشعرية اللي تتحدث عن قضية ما أو قصة ما دائماً تكون من ناس كبيرة في السن ما تعودناش إن نشوفه شاب مازال في مقتبل العمر يروي في قصص تاريخية ونتكلمه اليوم على قصص تصل مرات حتى لـ 500 سنة أو 600 سنة من تاريخ ليبيا بل مرات أكثر وهذه القصص وهذه القصائد مشاهدين الكرام كما تعرفوا قبل الناس من تعرفش لا تقرأ لا تكتب لقضية ما أو لموضوع معين يسير تبنى عليه قصيدة كبيرة وهذه القصيدة تكون فيها قصة كاملة أو السرد كامل للحادثة أو الواقعة أو أي كان نوع هذا خلي نسموه النشاط اليوم طبعاً السنوش الميديا كان لها دور كبير جداً في إبراز شخصيات كثيرة شخصيات صراحة أثنى عليها الجميع وهذه الشخصيات لحقيقة نحاول أن نتبنىها ونطلعها لكم مشاهدين الكرام لأنها لا تقدم في إصفاب تقدم في وقائع حقيقية وسردي وتاريخ وبطريقة خفيفة تصل للمشاهد الكريم أو المتابع بصورة جميلة جداً بل أنها تعطي حجم كبير من الإدراك التاريخي اللي مرات أنت ما تقدرش توصل فيه ومرات ما عندكش وقت باش تفتح كتاب وتقرأ لكن اليوم ضيفنا استطاع أن يصل إلى قلوب الملايين بل استمع إليه الكثير من الناس مش في ليبيا فقط بل حتى خارج ليبيا في الخليج العربي في الجزائر في تونس في مصر وغيرها ما بيش أطول لكم مشاهدين الكرام اسمحوا لي أن أرحب بضيفي اللي ينضم إليه مباشرة من تبرق المعطس مجالي وهو راوي القصص التاريخية والتراثية أرحب بيك المعطس م مرحبتين استاذ كيف حالك طيب وإحنا يا معطس مجال فهمنا قبل تفحت الهوان استاذ ومالبوش ندير الرسميات صح ولما صحك ترهمنا مرحبا والله سلمك ورحب بيك صح لا تفهمنا إحنا سعادات اليوم بجديات يا معطس مجالك موجود معنا لأسباب كثيرة أنت تعطي في صورة الشاب المثقف الفاهم اللي متبني قضية معينة وهي إحياء التاريخ والتراث وهذه صراحة نقطة تحسب لك بشكل كبير لكن مبدين خلينا عرفوا من لا يعرف ومننا ما شاء الله متابعينكم عارفك كثر لكن مبدين من لا يعرف المعطسم الجالي خلينا نديره تعريف ليك معطسم في دقيقة ودقيقة ونص مرحب بيك أستاذي الكريم ونعرفك بنفسي ونرحب سميلك اللي موجود معي نعم أنا اسمي المحتسم بالله شريف الجيلي من طبرق خريج باكريلوس موارد طبيعية موظفي ضع النفط هوايتي كما تقول يعني هواية الشعر والقصص التاريخية نعم لحظت أن المتابعين اللي تابعوا فيه قلوا لي أنه عندك موهبة مميزة في توصيل المعلومة واستمرين تمت من قصة قصة كويس تمام الكم الكبير من المعلومات اللي عندك والقصص التاريخية بصراحة زي ما قلت في بداية الحلقة أنا تحسب لك لكن هل هذه مبنية على مصادر كتب تاريخية أو مبنية على بحثك التواصل مع الناس اللي يكون عندها دراية بالتاريخ وحافظة القصائد لنا بصراحة أنا نقدر نقول أنك أنت ظاهرة بما تعني الكلمة المعتصم وهذا بيواقع وتبعت الحسابك أو سواء على الفيسبوك أو التوك توك بسم الله ما شاء الله فلكن على ماذا يستند المعتصم في جمع هذا الكم الكبير من المعلومات نستند على قراءة الكتب كتب تاريخية بجميع الحقب ويعني على التعرويات الشفاهية كما تقول من كبارنا وشيابنا ونسأل فيهم ومستعين بشخصيات معروفين معروفين بالشيء هذا مثلا معروفين بالمشائخ وعماده في بعض الروايات اللي نقول فيها نحدد فيها حتى في كي نروي القصة نحددها نقول لهم هذه ما أذكرها في الكتاب الفلاني أو المصدر الفلاني أو يقولوا يقولوا هذه طبعا رواية تلقاها متوارثة شفاهية متوارثة جيل عن جيل ولكن تلقاها دلائل وقائع مثبوتة تلقاها مش مغل روايك وخلاص تلقاها أدلة وإسندات وحاجم الموسى إلى وقعنا اليوم فهمت حتى وهي مش رواية شفاهية فهذا يعتبر في العصر الحديث يعني نفس ما حكيت بعض المواقف في تلكم حارب حارب يعني قبل ما تأسس لي بحارب يمن وقبائل حارب العبيدات والبراحصة مثلا هذه تلقاها في الكتب في المصادر مذكورة ولكن مذكورة في نص صفحة أو بينما تمشي تسمع الشياب أو تسمع الروايات الشعبية تلقى سيار طويلة جدا وقصائد شعر ومواقف وأمثلا نستقدم فيهم في حياتنا اليومية وما نشعر فيه أمت أمت يعني الموقف اللي صدر فيه المثل هذا يعني مثلا حكيتها ممكن كان يسمح لي الوقت من قبل في طرفة تبتلهم مثل معروف عند الشباب كلهم يقولوا فيه مثل مثلا جبت لهم مثل في قصة قديمة قلت لهم هذا الشباب كلهم يقولوا فيه يعني يعتبر معروف يقولوا مثلا بعد ركوب ناع الخيل قعد قينا عفاريك نفجعوه يعني هذا صار في موقف في حادثة معينة في أثناء حرب قبلية قديمة من مئات سنين يعني قبل ما تأسس ليبيا صارت واحد حصل وجه برود في وجه مثلا يعني يقولوا أنه في معركة اسم المزيلقة المزيلقة هذه واقعة في الجبل الأخضر في مكان دروا فيها طبعا الحروب كانا مؤامراتهم مكائد فالقبيلة معينة دارت مكيدة القبيلة الأخرى أنهم يزروهم في وادي يقبع حيط فهمت واش داروا وجبوا سمن ويدهنوا الحيط الحيط بالسمن باش الخيل يزال حقا فتمت الموقعة ذيكي اسمها المزيلقة فالمنطقة اللي عن صبح اليوم ما زالت تعرف باسم المزيلقة نسبة لي ايش نسبة للحادثة الحادثة هي صار فيه أحد الخصومين حصل وجه برود في وجه فهمت وطاح زلق حصانه انكسر فتم اختباه في الغابة وتم شكل شيء يعني بحكم الإصابة وشوه وجه فمشى اختباء في الغابة وتم يمشي يمشي نسمح صوت ناجح صوت أطفال يلعبوا وقرب منهم وين ما جوا جولوا منه وراجل وجه دم وبرود وشكل شيء وقرون لو لين يطولوا في شعرهم كانوا قرونه فحقوا العويل البنات الصغيرات في النجا وحده منهم تم تتعيض تقول عفريت 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 فالراجل أطلق مقولة قالهم بعد ركوبنا على الخيل قعدنا على فريت نفجعه يعني فهمت هذا مثل أطلق في الحادث هذه في القصة هذه ففيه قصص جميلة جدا وقلت الهم من قبل في مقاطع قلتهم يا جماعة نحكي على تاريخ يعني على مواقف تاريخية ربما نحن عندنا في بلادنا ما داروا لنش قيمة أو ما عدلوش عليهم بينما عند الدول أخوتنا العرب وجزيرة العربية الأخرى والدول اللي كان يتم قوية ويدعمو مثلوهم قصص كيف قصص اللي نحكي فينه كامنا أذني قصص قبائل مثلوه الرس غليس ونمر بن عدوان ووضحة وعيون علية هذا الران مش مستوحية من الخيال لذني قصص سيريات في عصر معين وقعية نفس القصص اللي عندنا نحن عبارة عن إنما مثلنان شبال بالعكس ليبيا كلها معروفة قصة صارت في الحقبة العثمانية مثلا معروفة تجريدة حبيب معروفة صارت في عهد القرمال اللي يعني صح ولا لا نعم هذه ليبيا كلها تعرفها الحادثة مشهور في ليبيا كلها أي شيء أو عزوز تسألة في ليبيا تلقى عند منها سطر أو سطرين أو معلومة أو معلومتين أو حادث أو حادثين صح ولا لا صحيح توا الشباب تموا يقبل اللي موش فيها بلكل ولاني يطلع أنا شفت كم مقضع عنت واحد كيتب على القصة هذه خرافة خرافة حبيب نعم يعني نعم نبيش نجدل على الوقائع مكتوبات في كتب تاريخية وحداث وشعراء ذكرينها قبل ما تجيبه أمه ما نبيش نقبل نجدل فيه لكننا جدلت في حاجة وحدة اللي هي يقول لي يا أستاذ كل الحاجة بالأصول صح ولا لا صح توا كتب تطلق عليه اسم حاجة خرافة إيش معنى خرافة أصلا فخلنا نبدو في العنوان بس ما نبوش القصة نبوه العنوان خرافة حبيب خرافة خرافة في الصحيحين ذكرت موقف القصة هذه يقول أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث زوجاتها حديثا يعني كان زوجاتها يحدث في حديث يشرح لن في واقعة معينة في حديث فقالت إحدى هن وحدة من زوجاتها قالت ما أشبه حديثك بحديث خرافة يعني كلامك غريب شوية الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أوه تعرفين ما خرافة قالت له لا من عرفش قال الله خرافة رجل من عذرة اختطفه الجن فماكث عندهم زمنا ثم أعدوه فأصبح يحدث الناس عن أعجيب ما رأى يعني يعني نحن القصص اللي تب تقول عليها خرافة مع أنها قصص عجيبة ما يصدقونش الإنسان نعرف من قصص خرافة وعارف ودي بغيظ اللي ينخطف منه وعارف يعني كيما تقول من قبيتني ما اطلع على القصة فيها خرافة وين ما رجع القومة بعد سنين ما كث عند الجان سنين ورد لقومة القصص اللي تم يحكي فيهن يقول لن خطفني مثلا ركبت مع إنسان يدين إنسان وكرعين وراسه رأس خروف يعني حاجات لا يقبلن العقل البشري أصلا يعني حاجات خرافة هذا ما يطلق عليه خرافة حاجات غير صحيحية تقول لي إنسان فيه أربع أرجل أو بطنة رأسه رأس خصان وقوائم معتصر انت شرطي لنقطة مهمة جدا زيت جيد حبيب واحد يجيك يقول لك والله هذه خرافة أو خرافة زايدة خرافة ايه كويس هل السبب هل السبب في عدم الاطلاع من قبل مثلا خلي نقوله على الأقل شريحة الشباب المفروضة أنها تابع وتقرأ أو أن وسائل الإعلام أيضا مقصرة أو شري السبب بالزبط اللي مثل هذه القصة الحقيقية والواقعة الحقيقية اللي حدثت واستمرت سنوات طويلة يجيك واحد يقول لك خرافة مرات ترى فيه أكثر مننا لأن فيه من الناس ما تعرفش حتى تفاصيل هذه القصة فش السبب في رأيك صح السبب السبب أولا القصور طبعا نحنا بصفة عامة عندنا في الناحية هذه جميع قصور يعني على الدولة بصفة عامة ما قلت لك الدول الأخرى أن تجوها المسلسليات ونشحن في العالم العربي كله صح ولا لا مزبوط قصص كيف قصصنا بالزبط بل بالعكس والله هنا من قبيتني مطلع على قصصهم وقصصنا عندنا قصص أجمل من قصصهم بألاف المرات يستحقن التمثيل ويستحقن الصرف ألاف المرات يعني فيهن حكمه وفيهن موعظه وفيهن حاجات ليش نحنا ليش نحنا حرمت حتى روايتن يعني تحكين على الإعلام ليش أنت تحكي على القبائل وقبائل عارق قبائل حاجة نحنا قبائل حتى من قبل الإسلام قبائل لتعارفوا إنه لا فرق بين عربيين وعجمي إلا بالتقوى وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا انت عارفوا أنا وكالي يفهمك ومع تصمنا فيه هجمة عليك يعني في موضوع سردك للقصص اللي مثلا تمس حتى القبائل وبعدين أنت لا تسيء لهم ولا شيء أنت فقط تتكلم على قصة قديمة حدثت واقعة فتصرت فيها بس زبر نصرت في الواقعة ونبيجي الحمد لله يعني لكن بفضل الله لقيت قبول يعني من الطرفين حتى كي نحكي حادثة أو واقعة قبلية من مئات السنين صارت فننشوف فيهم تلقى الطرفين يديروا في مشاركات المنشوري إذن هم الاثنين عجبات تمس سهيري يعني رضيين على الوضع ولكن هكا العالم بصفة عامة متخوف أو المجتمع الليبي متخوف لا ليش تحكي على القبائل ليش تحكي على نحن قبائل نحن مجتمع قابلي عادي جدا بالعكس بيننا حسن جوار وبيننا علاقات تاريخية من مئات السنين ومواقف بطولية وا 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 أذن يستحقنا الذكر مواقف الكرم مواقف الجود مواقف يعني مشعيب بعدين معتصم في فترة زمنية ما ما فيش ما كان الشي دولة ما فيش من يحكم بالقانون كان العرف الاجتماعي هو اللي يحكم واللي شوفوه يعني مشايخ القبيلة هو اللي يتم تنفيذه أنت مثلا قضية العبادات والبراعصة حسيت أنها حسب ما سردتها وسرد وقحها أنه كان فيه ردة فعل سلبية عليك فهل هذا صحيح؟ وليش إن كان هناك ردة فعل سلبية لا والله بالعكس بالعكس ما فيش أي ردة سلبية ولكن كما تقول أني ذكرت حاجات يعني ربما بعض الناس مش فهمينها مش سمعينها بالكل ولكن ما فيش حاجة ذكرتها ما استنادتش عليها يعني الحمد لله أنا أقدر نقول لك أني واثق من نفسي في كل كلمة قلتها في هاي المقاطع اللي قاعد يات كلها ما فيش حاجة من دون سند أو من دون وثيقة أبدا قيلها لما نقبل قيلها بين وبين كم كواغط الأوراق واخرى عن شرط الأوراق القديمة جدا الكتب اللي قبل من جينا على الدنيا قاعد يات مذكورات فيها في اللي في العصر الحديث ملعوب فيهن في اللي مطبوعات جدد ومش معناها أن اللي جدد ما تقرهنش بالعكس نقرأ في الحديثيات حتى هن نقرأ فيهن ولكن عادة القصص اللي كيف أذني على أحداث سيرات قديمة تجدها كتب قديمة يعني ما تجداش أنا بنعطيك تقول مساحة خلينا نسرد قصة تجريدة حبيب فلأن هذه القصة زي ما قلت انت يجيك واحد يقول لك والله هذه خرافة وتخريف زايد لكن هي واقعة حدثت أسباب هذه التجريدة والحديث علىها بسلاسة حسب ما يعني تجود علينا به تفضل طبعا الحادث هذه يسوء قولها الكثير جدا أنا حرب قبلية هي صح حرب قبلية ولكن كانت بأياد خارجية يجب أنك تعرف أن في أياد خارجية كانت مسؤولة على الحرب نحن نعرف أن ليبيا مرت بثلاث حقب في الدولة العثمانية أو ما يعرف عند البدور اللي هو مصطلح شعبي يقولوا دوت العصمالي أيام العصمالي جاءت حقبة معينة اللي هو العهد العثماني الأول اللي هو درغوث باشا ومرات آغا واللي ما زالا أثار مقاعدات في قليم طرابلس جوامحهم وكانوا الأتراك طبعا هذا يطول سردة جدا يعني كنا بنحكي لك على السياساتهم وكيف بدو وكيف جو وكيف احتلوا مكان القديس فرصان القديس يوحن وكيف صارت الحرب أحداث واجد ولكن نقوله أن العثمانيين سيطروا الدول العثمانية سيطرت عليهم نعم جاء العهد العثماني الأول العهد العثماني الأول مروا فيه قادة ملاحد فيه فاصل بين العهد العثماني الأول والعهد العثماني الثاني أيش فاصل بين اللي هو الدولة القرملي أو حكم أحمد الكارماني الكارماني نسبة إلى أنه من جبال كارمان في تركيا الكارماني هذا كان انكشاري تركي ولكن كان محبوب عند الليبيين ناس بعرب طرابلس والانكشاريين كلهم يعني يأخذوا في الظرائب ويعاملوا في الناس معاملة موش سمحة صحيح ولكن هو كان حنون يعني على الشعب فأحب جدا في المشهة مع طرابلس لدرجة أنهم قالوا لي أنت هو الباي متاعنا يعني بكلمة باي يعني الباي عند الحكومة التركية نبوك باي طرابلس أو إيالة طرابلس تمسكها أنت فتحالف معيها الشارع الليبي فمساك القرماني دولة الدولة الليبية سيطر على طرابلس وبرضو سيطر على بارقة نعم وأعلن انشقاقه على الدولة العثمانية تمام عشي يتبع الباب العالي تمه سيد الدولة دولة القرمان اللي ما تتبعش الدولة العثمانية تتبعه كوي وتم يبحث على مصادر تمويل الدولة فتمت القرصن البحرية هو المصدر تمويل الوحيد متاع دولة فتمت قرصن على السفن البحرية نين صارت الحادثة بينه وبين الأمريكان اللي هي المعروفة باليو اس اس في لدلف يا مشهورة حادثة حرب السنوات الأربع ما يقدرش حد ينكره لك هذه أثارها مازالا قاعدها تاو صالي السفينة قاعد على الصراع الحامر في طرابلس الحرب هذه هي سباب الحروب اللي في برقها كلها ونالك كلام ماذا نقوله لك مسؤول عليه ايش صار الأمريكان وينما واخذ وينما جوا يبوا يضربوا يوسف باشا في طرابلس تطلعت لهم سرية من المقاتلين الليبية أو المراكب الليبية بقيادة الرئيس رزيق وغيروا وضحت السفينة في لدلف صدروها وحبسوا الطاقم اللي كان عليها وسميها القراماللي هبة الله هبة الله لأن غنامها مش دولة الأمريكية نعم لأن الأمريكان ما بوش يدفع الضراء فالأمريكان هنا أول حادثة تاريخية برضو أول فرقة أمريكية تطلع تنفذ قوات خاصة أو كوماندس ينفذ مهمة خارج أمريكيا في ليبيرا وفي لدلف هذه في النشيد الأمريكي ما زالت بتاع البحرية إلى صبح اليوم يتلو فيها كل هل هذه معلومة مؤكدة ما تصبح أن أول فرقة أمريكية تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية كانت في ليبيا أول فرقة أمريكية إنعم تطلع في مهمة خاصة في عهد تيمس جيفرسو الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاء ليبيا لطرابلس اللي حرقت فيلادلفيا اللي حرقت سفينة فيلادلفيا جنود مهمتهم الحرق بس ما يبوهاش معاش يبوها ولكن ما يبوهاش تقبل يوسف باشا يبوه يحرقوها وفعلا انجحوا القوات هذه في حرق السفينة في الميناء هبت الله حرقوها لم يتبقى منها إلا صاليها اللي هو الشراع انتحها فخلّه يوسف باشا علق على على الصرايا ما زال إلى صبح اليوم موجود هنا تقول لي أنت اجدخل تيمس جيفرسون والولايات الأمريكية والقرامال اللي في حرب والتجريدة والحروب القبولية كوي الزبط هنا مئة في المئة هنا وينما أيقنوا الأمريكان أن المواجهة العسكرية مع يوسف باشا في أشله تجهوا إلى الشق الثاني اللي هو ايش اللي هو السياسة الحرب الداخلية وعائلة القرامال اللي كان في بينهم خلاف كان في أحمد القرامال اللي أحمد الثاني متواجد في مصر نظرا محترض عليه حكم خو منشقاقات في العائلة فالأمريكان استغلوا خو اللي متواجد في مصر ادعموه وقلوا له نحن ندعموه بكافة الطرق والوسائل تنقلب على أخوه يوسف هاني ياهي القرامال اللي أحمد استعاني بقبائل كان أكبر القبائل في العسرة ذكى في برقة أو حتى في منهم في بعض في جنوء في الغرب اللي هن القبائل اللي استعاب بين أحمد اللي هن الأولاد علي والجوازي وولف وايد ويقال في الغرب برضه المحامي إن هذول اللي ادعمو ادعمو أحمد ومع أحمد المدعوم من تمس جفر صل ضد من ضد يوسف باشا القرامال طيب هذول اللي جوا مدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية لثورة على يوسف القرامال وشاءت الأقدار بعد فترة معينة صالحوا يوسف وأحمد الأخوة صالحوا وعطاه مهام في دولته يعني خلاه والي وضعيف وقواه خلاه معاه في حكمة هنا يوسف قرر أيش قرر الانتقام من القبائل اللي ساندت أيش ساندت خوة انقلبت عليه ببضغط قبائل أولاد علي أول ما حصل ودعم من تيمس جفرسون جوا احتلوا درنة درنة اللي كان فيها عبد المولى أبو لباح قائم مقام القرامال اللي كان موظف القرامال جوا وقطعوا راسه وعلقوا على إطول اللي هو الحادثة الشهيرة اللي يشعروا عليها شعراء وجبريل البنكة في سنة خروج محتقلات إيطاليا يخطم على درنة يقول لها سلامية يا درنة حليل مزارك راس جدنا ما بني عليه جدارك يا مرسومة أنت وجبل فتنة الحرب وشو ما يا ما هافيتي من أجواد قرومة بين الصفافي كيغلام سعارك وراك كيف تنسيم عليك حشو ما اللي خذوك بالحرب زمان جوارك أيام الحرب كانت بال فأولاد علي سيطروا بمساعدة تيمس جفرسون وبمساعدة أحمد باشا القرامال اللي علي درنة والجوازي سيطروا برضو بمساعدة تيمس جفرسون وأحمد القرامال اللي علي بنغازي ولكن باحم من باحم أحمد صاحبهم اللي سياسة طبعا ما عندها صاحب وما صح دولة القرامال اللي في بعضهم يوسف قرر الانتقام وقرر الانتقام دعام العبيدات ضد أولاد علي نفس مكان دعمهم يوسف فحبيب جاء وما جاء للغرب للوالي يبي أخذ فرب ودعمه قال الله يبي أحاضر اشتبي عطاه جنود وعطاه حتى وحدهم من الغرب يعني من سكان تجورة ومن الغرب من أقليم الغربي جاء يوسف شخصيا للجوازي في درنا وانتقم منهم شر انتقام حوادث معروفة وحادثة البرق البرق مثلا 55 شيخ للزوازي عدمهم يوسف ضحيح أكثر من 10 ألف واحد تم إجلاءهم وكان ناذي يجب أنك تعرفها بس نبي نورك حاجة ولكل المشاهدين الإجلاء كان يعني مثلا كنقول لك في عهد القبلي إجلاء لا تعني كلمة كبيرة يعني عبارة عن أن مسيحة جغرافية معينة مسيطرة عليها قبيلة ومفقدت عليها السيطرة عشان لو بيوتهم معدى وسيطروا على مكان أخرى يعني مش موضوع كبير فهمت؟ مش مسيئة الكلمة صح؟ كان في الوقت لولي بدوا رحل صح؟ مش مسيئة عبارة عن أنك أنت كنت فرض سيطرتك على منطقة كبيرة أبيارها مراعيها كلها لك فقدت السيطرة عليها أنت تلقى أياً يأما ترضى أنك تعيش مع القبيلة الأخرى في ضعف في جانب من الضعف أو ترحل تدور مكان أخرى هذا أمر واقع فكانوا ورحل يرحلوا هذا ما واقع فالقصيد طبعاً تجريد كنبي نصرده لك كيف بالتفاصيل وكغيرها من قصص العرب يا أستاذ وكغيرها من قصص العرب المسنودة بالشعر حتى من الجهيلية جميع قصص الجهيلية تلقاها نعرفوه عن توا عن تار بن شدات قيسو ليلى عروة بن الورد زير سالم هذول كلهم شعراء هذول كلهم خلدهم شعرهم قصائدهم اللي ما زالت لعن صبح اليوم يعني الزير سالم والله لو كان مقايق قصائد رثاء في قوة كليب والله ما عرفه واحد هذي أنا نجيب لك منها ما أتأكد منها ولكن رثاء يطلع من من ألاف السنين من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام طيب وهذه رأينا نتميزه بها نحن على كافة شعوب الأرض هل تعلم أن هذه معلومة بس خضها مني سريعة هات اللغة العربية اللغة العربية الوحيدة اللي من ألفين سنة نفس الكلمات تنطق نفس الكلمات بينما الإنجليزية من خمسمائة سنة فاتم مش نفس الإنجليزية ليأو مرة هذي يجب أنك تعرفه حتى الكتاب اللغة الإنجليزية اللي في التوى اليوم مش نفس من خمسمائة سنة فاتم استحدث بينما العربية اللي توى اليوم من آلاف السنين فاتم من أيام بلقيس وسبا يعني هذه بروحها راهي طيب معتصم احنا اليوم في حالة وشرط اللي حاجة مهمة جدا والتدخلات الخارجية من الأزل في ليبيا للأسف ودائما هناك من يكون أو يرضى لنفسه بأن يكون تبع للأسف ويسبب في شرخ في المجتمع ويسبب في مشاكل كبيرة زي ما تمر به اليوم ليبيا من انقسامات وغيرها احنا كيف نقدر مفروض نستثمر هذه القصص بأن احنا تكون عندنا لحمة أن احنا نحب بعضنا ونعطف على بعضنا ونطلعوا هالبلاد من اللي ساير فيها اليوم هل يمكن أن نسمعه الآن قصيدة من معطسم تمثل اللحمة الوطنية والجود والكرم حتى من أيام الجاهلية ليش لا بالنسبة للحمة الوطنية إن شاء الله إن شاء الله الواحد الأحد هذه معليش سهيري إن شاء الله بحنا بدل نحنا كأمة عربية نبقوا نوسع ونبقوا نتقسم نطمحوا إلى أن لموا بعضنا هذه أولا وبالنسبة العلاقات نحنا يجب أن كما تقول للأسف أن أي واحد يبي يسيطر أو يبي يمشي يستعين بالطرف الخارجي للأسف يعني تبي تسيطر يعني أو تبي لازم تتمكن من الشارع قبل من القاعدة الشعبية قبل رأي جميع قادة التاريخ ولا ني ما يجوش إلا بحب الشارع وما يجوش بدعم خارجي ما يجيش أبدا مهما دعموك الخارج تمت أنت تبي تشوخ علي قوم لازم أنم يحبوك لازم يروا فيك إنك قائدم صح يجب أن الحب هذا رأوه مهم يعني ضروري أنت دير حاجات أنك تد يعني مش تقبل وبيعي ودعمك وحصلتها في الشارع ما يحبوكش ليش أنت ليش ما تديرش حاجات ملموسة ملك ومال العالم الخارج أو تولنا أقرب مثال الخليج العربي يحبو تول شخص زايد رحمة الله عليه مئة من مئات السنين صح أو لا صح يحبوه حبا للناس الأكثر نسبة موليد زايد 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 الخير زايد الخير نبوه نحن نفس قصة ليش ما نقبوه شكي ليش طيب أعطينا خصيدة تمثل اللحمة الوطنية وحبنا لبعضنا وتدفع بها بس نباها تكون قديمة على الأقل الآن الشارع يسمع فيك اليوم يعرف أن فيه ناس من قبل كانت عندها خصائد جميلة جدا ومدابية بصراحة لا تسمع أن فيش حد يعرفها الخصيدة هذه تكون يعني فيها الحداثة وفيها القديم والله يا ساد نبيدي نفس ما قلت لك يعني عادة نروي نروي في قصص عندي بعض الأبيات وليه لكن أنت طالبك على اللحمة الوطنية بصراحة أنا بدي يعني ايش ايش نقول لك عندي شعراء نعرفهم من المنطقة الغربية ولكن قصائد نحن خلينا خلينا با شوف ما تصر عطينا أنت قصة هكي تكون قصيرة وتكون فاها بيت ولتنين شعر أو حتى ثلاثة بيت شعرية سهل هذه طبعا نحكي لك نحكي لك موقف سير في الجاهلية في العرب في الجاهلية وران مهمة جدا قصص جاهلية وقصائدهم ران فين حكمة ليش لأن نحن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق إذن راحتها في الجاهلية كانت فيه أخلاق كانت فيه قاعدة يعني فيه القاعدة موجودة الكارم وحسن الجوار وهذين يراها الأخلاق جميلة حسن الجوار هذا الحروب كانت تقام من أجل الجار ومن أجل الصديق ومن أجل وكرم الضيف هذا يعني حاجة عند لا منازع نحن أمة وسطية صح يعني وسط اللي يقبع يقبع كريم يقبع ينذكر واللي يقبع بخيل ينذكر يعني اللي يطلع من الوسط هذا فكان فيه شوف هذا موقف ديما غير علينا بين شاب وبين أمة بين شاب وبين أمة شاب هذا في الجهلية اسمه حطائط حطائط ابن يحفر كريم جدا حطائط هذا كريم وينما يجي ضيف من يذبح له وينما يجي واحد مخطم من المنطقة يذبح له ينحر له بعود وهكذا وينما تقول لي يا حطائط يعني خليتنا فلست بينا خليت لنا شي هلاز وخوه كان أسود نفس الفكرة ابن يحفر كان كريم وينما عدى تم يتاجر في الشام العزوز قالت تريحت من أسود افتكيت مني لكن الحطائط تم قاعد واللي جي فبع فتم ما عندها شي وتم تعيت فيه تقول لي يا حطائط كما تقول يعني كرم وتذبح واجد ومش كويس خليها حقبوا لنا شي حاجة لنا فتم هو شاعر في الجهلية شاب راو صغير جميل جدا قصتنا عنده كم موقف جميلات يقول شوف يقول تقول ابنة العتاب رغم من حرمتنا حطائط ولم تترك لنفسك مقعدة اذ ما أفدنا صرمة بعد هجمة تكون عليها كابن أمك أسود فقلت هذا هو أم تقول أم تقول حطائط يعني تهري فيه في شعره يقول أن أم تقول حطائط تقول ابنة العتاب أم أسمى ابنة العتاب ابنة العتاب ايش تقول تقول حطائط تقول ابنة العتاب يرغم من حرمتنا حطائط لم تترك لنفسك مقعدة إذ ما أفدنا صرمة صرمة يعني مجموعة من الإبل أو هجمة إذ ما أفدنا صرمة أو هجمة تكون عليها كابن أمك أسود فقلت هو قال الأمة فقلت ولم أعج جواب تبيني أكان هزلا حتف زيد وأربدا أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا ألم تعلمي إني إذا مضيف نابني وعز القرى وعز القرى أقرس ستيف المصرهداء ستيف المصرهداء ذروة الذروة ألم تعلمي إني إذا مضيف نابني وعز القرى أقرس ستيف المصرهداء وإني لأعراض العشيرة حافظ وحقهم حتى أكون مسودا يقولون لي أهلك تمالك فاقتصد فما كنت لولما يقولون سيدا ريت يعني أنا قعدت سيد بالكرم ماذا قعدت سيد شيء يقولون لي أهلك تمالك فاقتصد فقلت ولولما ما كنت لولما يقولون سيدا وأبو طيب المتنبي يقول لولا المشقة لساد الناس كلهم فالجود يفقر والإقدام مقتال يعني يعني تبي تقبى سيد تبي تقبى رجل كويس ضروري تعاني المشقة الكرم والأخلاق هذا يراهن مهمية جدا ونحن بالذات كمجتمع بدوي كمجتمع عربي عريق وأصيل ويعني يجب أن الواحد يحافظ عليهم صحيح كويس المعطس اليوم شين يتغير فيك قبل وبعد الشهرة اليوم هل مشاريعك حتستمر هو مشروعك هذا حيستمر لأنه بصراحة هو مشروع لا يمكن أن نحميه لا نسميه بأقل من هذا الوصف أو لنصف بهذا الوصف وهو مشروع رواية القصص التاريخية اللي لها دور كبير في المجتمع الليبي واللي أصلا تأسست عليها الدولة الليبية فهل تغير شيء أم منه ما زال زي ما هو لأنه تعرف أن الشهرة مرات رأي سلاح دوحدين يقال عنها فما الذي تغير في المعتصم قبل وبعد هذا الكم الكبير من المتابعين أولا أولا نبي نوضح حاجة مهمة جدا ده يتفضل إنه رأ والله يعلم الله إنه جاء الموضوع هذا صدفة فأش أجلت روحي على السوشال ميديا على شباب ومقاطعي من تشتري وجاء صدفة سبحان الله اللي يجيب صدفة هو اللي ينجح اللي يخطط لما رأي ينجح بالظبط والله سبحان الله يعني نام يعني عندي على الرواية ولكن كنت معروف عني طاقة المحلي يعني أصحابي أو أدعمي في منطقتي أني غلي عليه الشعر أني نروي في الشعر نحكي في القصص يعني هذه معروفة من أيام الجامعة معروفة عليه بصراحة من زمان لكن أني شهرة وأني نزل مقاطع ما كنتش هذه مفكر فيها أبدا حتى بيني وبين نفسي لكن جاءت صدفة الصدفة جميلة حتى الصدفة الصدفة أوكي جميلة بس أنت أصلا ما أقصد نشتعل عن نفسك يعني رحلة مش رحلة مع شباب قاري كويس ومتابعة كويس وتبحث كويس فهذه الصدفة ساعدها هذا يكمل كبير من المعلومات مطلع شوي يعني مش واجد مطلع شوي نفس ما قلت لك بعض القصص مطلع وإما مشينا رحلة زردة نحنا نقولولها زردة مشينا زردة للصحرة درنا بيوت وقعدنا يومين وثلاث وكان الجو يعني بصراحة جميل شباب ففي الليل يجوني طبعا يجو بعد العشوني يجو يبو السهاري وما بيدي هو الصهراء بتاعها تم يدي نحكي لهم فيش نحكي لهم نحكي لهم على نحكي لهم على الهلالية وزيد الهليالي وشيحة وحسن بن علي وولاد شيحة وقصة طويلة يعني فنا لحظت أنهم في أثناؤنا نروي في القصة وين ما يجي شعر بالذيت يصوروا يصوروا في المقاطع الفلاش يولح فما دورت شباب يعني جميع تيز الملاء في العمل ويبو الشعر غالي عليهم ما عدلتش عادي فوجئت أنه بعد يومين أو ثلاثة من جيتنا من زردة في مقطع منتشر اللي هو مكتوب عليه كدبين عليه وصايا شيحة أعتقد دقيقة أو دقيقة ونص هذا وصايا شحة الهلالية توصي في بوزيد وأبنائها ساعة خروجهم من جزيرة العربية ماشيين تونس وصايا وصايا مهمة جدا وصتتن به فالوليد قص كتب كلمة وصايا شيحة على المقطع هذا وناشرة فوجئت أن المقطع يعني ضارب على السوشال ميديا علي يقول الشباب ما انتشر عليه مشاهدات ومشاركات وألاف وتعليقات وتساؤلات برضو تساؤلات مهمة جدا نعم اللي هي منها يقولوا لي شيحة 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 عندنا منطقة في دارنا اسمها شيحة قلت لهم شيحة هذه هل هلالية اللي مسمي عليها المنطقة وبرضو في مكان في الصحراء آخر يقولوا له قارة مريم مسمي علي مريم هلالية حتى يجات في الهجرة والأهم من هذين كلهم قتلهم غازي بالنجم الهيب السليم اللي مسمي عليها منطقة بن غازي جاي في الهجرة هلالية وبني هلال وبني سليم اللي معروفة لنص سكان شمال أفريقيا من العرب جوا في الهجرة العرب جوا مرتين جوا فاتحين وبعدها جوا مواجرين صحيح طيب المعطس اللي بيستفر وقال اليوم وصايا شيحة تسأل بنار طاعة اليوم ونتم نشرك نقوله شيحة ونحن نقوله في الغرب نقوله شيحة فشيني وصايا شيحة 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 طبعا بوزيد وأولادها ثلاثة وينما جوا يبقوا يرحلوا مجزيرة العربية يبقوا يمشوا يبقوا يبحتوا لتونس هذول يعدوا رواد يعني الأربعة ذول يعدوا قبله قبيلة كلها يرودوا في الطريق فقبل ما يطلعوا وقال لك مسكت طبعا سيرت حوارات وشعر واجد قبل الحادث هذه ولكن نحن نكتف بالحادثة اللي سعت ما طلعه وشيحة قالوا مسكت حسان بوزيد وقالت لي بوزيد ودي نوصي كمصون ووساتي وراهي ووساتي تنتسا وتسيب لما وردت وعلم منيها العجل وشربت قطايا والتفيت الذيب راه المنيها المن موارد غيركم وراه المنيها المن بعيد تجيب ولما كبرت ونار في قرن الخلاوات ومنها ما تكون لهيب ران نار عين الليل والخالي عدو وراه الحسيدي وصديفي يجيب وعليكم بمرعي ينجع عن نياك كم رايع الشي اللي حساها الطيب وعليكم بيونس في المنازل كلها نعطاه ربنا بكامل بكل وجيب وعليكم بيحيا نظاقا علامكم رايحيا في ضربة قاز عجيب وعليكم بخالكم ونجاكم ضي ملع دار خالكم في يوم السحام عطيب وهذا النواصايا عند البدو ولكن عند الإسلام يعني تطير ولكن هم عند البدو كان قائمة قالت لهم يا سعد من لقن غزالتين فضحة وما ينكره من الغرابين واحد ما ينكره غير الحميم الفري وان كان لقات بوع أبعاب بشر رفاق تكره يوم بوع أبعاب يوم سعيد فهذين وصايا قبل ما يطلعوا وصدتين بهم اليوم لما وردتوا على المنيه العجل المنيه يعني الأبيار كيتوردوا أوردوا بعجلة يعني أشربوا وعدوا بسرعة شربت قطايا القطايا طير حذر جدا يشربوا ويطير والذيب حريص يعني هي توصي فيها من كم أشربوا بسرعة وعدوا بسرعة راه المنيه من موارد غير كم يعني مورد الحاجات أخرى الكائنات غير كم راه المنيه من موارد غير كم وراه المنيه من بعيد جيب ولما كبرتوا ونار في قرن الخلا النار يعني حتى في الليل كتولعوا نار وطوها ما تخلوهش لهلب راه النار عين الليل هي عين الليل والخالي عدو والوطن الخالي عدو وراه الحسيات دي وصدي في جيب وغيرها من عديد من الوصايا نعم فهذا المقطع وهذا هو سبب وما تموا يقولون يكمل وخالصنا سكان درنا حكي لنا منطقتنا اسمها شيحة شيحة فحكيت لهم شيحة كيف جاءت من الأول وما زلت إن شاء الله نبي نعودها لهم طريق آخر التصوير آخر وفيها نبي نضيف عليها روايات لهن روايات واجد إن شاء الله طبعا المعتصم أنا سعيد جدا جدا بيك وفرحان هلبة بظهورك معي اليوم واللي يفرح لي أكثر متابعتك الدقوبة وشغلك اللي تشتغل فيه شغلك منتاز جدا وأتمنى أنك أنت تستمر متابعينك أنا حسب حتى ما شفت إنه يتابقوا يسهروا يستمروا يقولك أنا أنا مزل سهران يكمل لي في انتظار وهذا راه وجانب أنت تشتغل عليه حتى من الجانب الترويح الترويح عن النفس والترفيه وأعطاه جرعة إيجابية للمواطن الليبي والعربي أيضا معتصم في 30 تانية كلمة أخيرة شنحابي بتوصل الرسالة شنحابي بتقول سؤال توقعتني نسألك مسألت لكش فكيد لك الهواء في 30 في دقيقة يا سيدي سأل لك أول حاجة نشكرك ونشكر زميلك ضيفي وبرك الله فيك وفي قناتك من كريمة وحياك من الله ومن نفس ما قلت لك والله إيران لم خطط لا شي صدفة ولكن ثق وتأكد أني إن شاء الله سنقدم محتوى جيد كويس يعني حسن العمل حسن يعني مش هنجي نسيء الحد وهذا أن العمل حسن نحن أمة يعني أمة إسلام والله قال للعمل أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إن شاء الله ربي ما يضيع ليش أجري وإن شاء الله يعني نجيب في نفس ما قلت لك لا لي شي ما عنديش غرض أو نية في الموضوع هذا لا لي شي جابتني صدفة لقيت روحي بعض ربي وهب لي ميزة معينة أو ممكن سمريت استفادت استفادت حاجات جميلة جدا ماديا طبعا ما استفدتش والحمد لله يعني ما نشمس توقف عليها ولكن استفادت معارف واصدقاء وشخصيات يحترموا فيه من جميع عنحاء ليبيا وبالعكس رأي من السعودية ومن الإمارات يرسلوا فيه وعنده صدفات وهذا دائما اللي نتمنى منك معطصم استمرارك موفق دائما شكرا جزيلا لك معطصم الجالي راوي القصص التاريخية والتراثية كنت معي مباشرة من مدينة طبرق وتمنياتي لك بالاستمرار والتوفيق التوفيق التوفيق كما أنت عليك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر